نبقى مع شهر رمضان الفضيل وتنحسر السهرات الرمضانية بالجزائر على الحفلات الفنية الصاخبة التي شوهت مفهوم الثقافة الجزائرية في نظر بعض المختصين الذين يرون بأن المشهد الثقافي أصبح يتناول من زوية نمطية نتيجة رغبات ضيقة تفاصيل مع سارة بلحور مع حلول شهر رمضان الفضيل تكشف المؤسسات الثقافية عن برامج تتسيدها الحفلات الموسيقية على اختلافها حتى أضحى مفهوم السهرات الرمضانية لدى الجزائريين منحصرا في الغناء والسهرات السخبة وفقط المواطن الذي يريد أن يسهر في شهر رمضان ليس له اختيار ليس له خيار آخر بتعبير أدق فهو يتجه إلى هذه الحفلات التي عودتها عنهم عليها المؤسسات الثقافية القائمة التي تبرمج هذا النوع من الحفلات الجمهور الذي يختلف ولا يرغب في هذه الصهرات يجد نفسه في البيت الثقافة بمفهومها الشامل والمتكامل هي اليوم ثقافة نماضية نتيجة رغبات ذيقة أبعدت عن أجندتها البرامجية كل ما له علاقة بثقافة وعادات الفرد الجزائري فأصبحت الحكايات الشعبية والأدب والمسرح خارج إطار البرامج الثقافية لشهر الفضيل المنظومة الاجتماعية نمطته على أن يكون محاكيا للسائد ولكن هذا الجزء الإنساني فيه الذي هو العقل والذي هو التفكير والذي هو المحبة والذي هو العلاقات الاجتماعية الصافية مغيب في تصورات القائمين على البرمجات شهر الصيام يحل علينا كل سنة ببرامج فنية محظى تكاد أن تخلو من جوهرها المنوطة بالجمال الروح والهدوء النفسي لتحل محلها ثهرات ساخبة أبعادة الجزائريين عن لب شهر رمضان من جهة أخرى كشف اتحاد الكتابة الجزائريين عن برنامجهم الأدبية الثرية الذي ستتخلله عدة أمسيات شعرية وكذا نشاطات أدبية وذلك خلال شهر رمضان الفضيل المحاولين كسر الصورة النمطية التي اعتاد عليها الجمهور الجزائري والمربوطة بالحفلات ميكروفون سارة بلحور أين أن نقيم بعض الأمسيات التي أطلقنا عليها تسمية مؤنسات رمضانية حتى نسمح وحتى نفتح هذا الفضاء إلى الأدباء أولاً إلى الكتاب إلى الشعراء إلى كل الأدباء بجميع أجناسها كل الإبداعات بجميع أجناسها إلى المثقفين نفتح لهم فضاء في شهر رمضان يلتقون فيه يتسامرون يقرؤون شعراً يقرؤون قصيدة يقرؤون قصة إلى غير ذلك دردشات أدبية إلى بين زملاء وبين مصدرين نعود إلى أجواء رمضان الكريم وتقدم العديد من نجوم الفن الجزائريين بتهانهم الخالصة بمناسبة شهر رمضان الفضيل المتمنيين للجزائريين والأمة الإسلامية جمعاء أن يصوموا بالصحة والعفية والهمة ونقول للجمهور الجزائري صحة رمضانكم وكل عام الشعب التعنا بخير وتصوموا بالصحة والهنا نقول لهم صحة رمضانكم إن شاء الله يدخل بالخير والباركات والصحة الجيدة إن شاء الله نقول لكم إن شاء الله كل سنة إن شاء الله تكون هذه الأمة وصحة رمضانكم صحة رمضانكم وكل عام ونتموا بخير إن شاء الله وتصوموا إن شاء الله بالصحة والستر إن شاء الله نقول لكم صحة رمضانكم وكل عام تصوموا بخير وإن شاء الله في هذا السنة رمضان انتظروني في عام الجديد السلام عليكم معكم كادير جابونيت من الشعب الجزائري الأم العربية رمضان كريم وكل عام توم بخير إن شاء الله صحة رمضانكم وكل شعب الجزائري نقولوا صحة رمضانكم وطلبوا الشفاء لرئيسنا وعلى كل حال وتحية الجزائر إن شاء الله يدخلنا بالخير والصحة والهناء ونصوموا بالخير إن شاء الله وكل عام والأم الإسلامية بخير وإحنا نطلبهم الله تعالى لي مريد الله يشافيه واللي محتاج ربي يعطيه واللي مغبول الله يقلع بنته واللي بغي حاجة بخواج الله ربي يكمل هل إن شاء الله رمضانكم وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله ربي يخليناك من متحبين متعاونين عزيزي المشاهد سحر رمضانكم بالصحة والعافية وكل عام وأنتم بخير والتحية الجزائر نعيده ونعوده بالصحة إن شاء الله ونبروك على جميع العرب وجميع المسلمين إن شاء الله ويدخلنا بالصحة والسلام إن شاء الله حبيت أنقلكم رمضان كريم وينعاد عليكم وعلينا بألف خير وصحة وسلام حقق مقطع من فيديو لكاميرا الخفية إذن أعرف نجمك في حلقتها الأولى مع الشب دليل أكثر من 114 ألف مشاهدة في موقع اليوتيوب الرسمي لقناة النهار واكتشف من خلالها الجمهور وجه آخر للفنانة من خلال ردة فعلها القوية والغير منتظرة في البلاتو اليوم سنشوفه ونزل قوية بين الخصمين اسلام بهوزن الدباباء ودارجه بهوزن الرشاة الشعبة الشعبة ومفاجأة أخرى مشاهدين ألا كارم في الحلقات القادمة ومشاهدين بهذا نختم الموعد الثقافية شكركم على حسن الإصائي والمتابعة ويوم طيب وموفق للجميع عودة لك